بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه خير موحيكم بأخوة الأخوات تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فمع برنامجنا الفقه الميسر ونتحدث اليوم عن الوضوء وعن فرائضه وسننه ومستحباته ومكوهاته وما يجب له الوضوء إجمالا عن أحكام الوضوء بوجه عام ملخص موجز الوضوء أتى من كلمة الوضاء وضاء يعني الشئ الوضيء المنير اللامع والوضوء نور للإنسان المؤمن ونور للإنسان المسلم يجدد به إيمانه ويجدد به عبادته ويجدد به نظافة جسده ونظافة الروح الوضوء له أثار على الإنسان من حيث الأثر الإيماني ومن حيث الأثر الجسدي أو الجسماني ومن حيث الأثر النفسي الأثر الإيماني أنه يعني الوضوء على الوضوء دائما يجعل الإنسان في طمأنين وراحة لأنه في عبادة ويعني الوضوء إلى الوضوء يعني الصلاة والكفرات لمينهون والوضوء كذلك مما تحط به الخطايا كما قال صلى الله عليه وسلم أن كل عضو يغسل في جسد الإنسان في وضوئه يعني يحط عنه خطيئة وترفع له بها درجة كما في السنن في مجملها ومضمونها كذلك لها أثر جسدي على الإنسان وضوء يجدد نشاط الإنسان الماء دائما من عوامل إدخال الصرور على الإنسان من حيث شعور الجسماني بالنشاط من حيث راحة الإنسان من إزالة الرائحة الكريهة من إزالة الأدران الطراب والغبار والأوساخ التي على الجسد يفيد الإنسان صحيا وهذا طبعا شيء أثبته كل علوم الدنيا الطبية والعلمية ولا يحتاج إلى يثبت لأن الناس تراه رأي العين وتشعر به شعورا ويعني ملموسا كذلك على النفس له أثر مهم يشعر الإنسان بالراحة يهدئ من روع الإنسان وغضب الإنسان وذلك كانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان الذي يغضب إذا كان واقفا أن يجلس وإذا كان جالسا أن يرقد أو يبدأ قبل كل هذا أن يتوضى ليخزي أو ليخزي الشيطان ويطفئ نار الشيطان الذي يجري من ابن آدم أو الذي يجري من ابن آدم وجرى الدم فالوضوء له فوائد لا يتسع المقام لذكرها وتفصيلها أسهب في ذلك عدد من علماء التزكية وعلماء فقه البدن وفقه النفس رأينا ذلك في إحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي في الجزء الأول من الإحياء وكتب ذلك أيضا شاه ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة وعدد من العلماء وكتاب الشيء القرضى والعبادة في الإسلام كل هذه كتب تحدثت عن أثر وفضل العبادة بوجه عام والوضوء بوجه خاص في باب الوضوء والطهارة الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح صلاة بغير طهارة يعني لا تقبل صلاة مردودة ومن صلى بغير وضوء يعيد الصلاة وصلاته باطلة فالوضوء شرط شرط مهم من شروط صحة صلاة الإنسان وعبادة الإنسان من حيث الصلاة أو العبادات التي اشترط فيها الوضوء الوضوء له فرائض وله سنن وله مكروهات ونوضح بداية فرائض الوضوء فرائض الفرد أي الذي إذا سقط عمدا من الإنسان لا تصح به الطهارة وبلذ التالي لا تصح به العبادة هناك فرود اتفق عليها الفقهاء وفرود اختلف فيها الفقهاء هناك فرود متفق عليها لا خلافة فيها موضع إجماع أنها فرائض وجمعوها من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجواكم ويدكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجوا لكم إلى الكعبين أربع فرائض اتفقوا عليها غسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الوجه وغسل الرجلين أربع فرائض أولا اتفقوا عليها أولها غسل الوجه الوجه ولا نريد أن ندخل فيه تطويل في كلام الفقهاء في تحديد الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذنين لذنين الوجه هو الوجه المعروف الذي يعرفه الإنسان أن هذا هو الوجه ويغسله يغسله هذا هو الفرض الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التشريع الإسلامي بسلاسة وبساطة دون دخول في تفصيلات التفصيل فيها لا يفيد كثيرا المهم أن يكون الإنسان قد الماء احتوى واشتمل على عضو الوجه العضو الذي يليه الفرض الذي يليه غسل اليدين إلى المرفقين من اليد إلى المرفق هذا أيضا فرض بدونه لا يتصح الطهارة أو الوضوء وكذلك مسح الرأس مسح الرأس فرض على جميع المذاهب والآراء لكن طبعا في الوجه واليدين إلى المرفقين لم يختلف الفقاء كثيرا في هذا في تحديده إنما الرأس اختلف العلماء في كم يمسح من الرأس هذا فرض عند الجميع لكن ماذا يمسح اختلف الفقاء لأن الآية قالت برؤوسكم والباء في اللغة يختلف مدلولها من رأي إلى رأي فمن الفقاء من قال الباء هنا زائدة فتقدير الآية وامسحوا رؤوسكم طيب يبقى الفرض مسح الرأس كله كل الرأس ورأي آخر قلّ الباء للإلصاق يعني إنسان حين يلصق يده لما تلصق يدك على الرأس كم تأخذ أربع كثوف من اليد إذن يكون الفرض هنا مسح ربع الرأس من الفقاء من قال لا إلباء هنا للطبعيض يعني بعض رؤوسكم والبعض يعني يكفي ثلاث شعرات أو قليل من الشعر في هذه الحالة إذا مسح بما تأتي عليه اليد لا مانع فالفقاء قالوا طبع الإنسان الأصلع ماذا يمسح يضع يده على رأسه يضع اليد على الرأس ويمسح أيضا دلل على أن الرأس هنا مقصود بها المسح في حد ذاته من أخذ بأي رأي من هذه الأراء فوضوه صحيح المهم أنه مسح رأسه قليلا كان أم كثيرا فالوضوء صحيح في هذه الحالة آخر فرض مما اتفق عليه الفقهاء غسل الرجلين إلى الكعبين الناس بتظن الكعب اللي لاعب الكرة لما يضرب الكرة يقولك ده جاب جنب الكعب لا هذا ليس الكعب في الفقه الكعب ما هو يعني أعلى بقليل عند موضع العظمتين البارزتين ده الكعب إنما الآخر لا يسمو أسفل القدم إذن الغسل إلى هذا الموضع غسل الرجلين طبعا بعض المذاهب غير السنية مثل مذهب الإمامي والشيع يرى مسح الرجلين وده النأش في المسح على الخفين أو المسح على الجوربين إن أهل السنة يقولون بالمسح على الجوربين والخفين الشيعة من الإمامية وبعض المذاهب الأخرى لا ترى المسح على الخفين بل ترى المسح على الرجلين وليس غسل الرجلين لسى يعني مجال الحديث عنه لكن من باب توضيح آراء ربما حين إذا يعني البلاد التي فيها مسلمون وفيها سنة وفيها شيعة يعرف من أين أخذ هذا الشيعي رأيه رأيه لأن يرى إني وامسح وأرجلكم يعني يراها بالكسر وأرجلكم فتكون معطوفة على يعني برؤوسكم أي مسح وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين القراءة الأخرى وقراءة معطرف بها وصحيحة فهو رأيه وفي النهاية يعني رأي له اعتماده ورأيه سواء أننا لا نتفق عليه وقد اتفقت الأمة وأجمعت الأمة جميعا على غسل الرجلين وليس المسح ولكن لنعرف إذا رأينا أحدا من أشياء وغيره في بلادنا العربية والإسلامية نعرف أن هذا هو مذهبه دي الفرائض التي اتفق عليها الفقهاء هناك فرائض اختلفة فيها الفقهاء مثل النية النية وإن وردت في آيات أخرى لكن الأحناف يروا أن النية ليست فريضة بقية الجمهور يرون أن النية فريضة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات ويقول تعالى وَمْ أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ويقول أَلَا لِلَّهِ الدِّينُّ الْخَالِصِ فَوَنَا الْعِبَادَةَ لَا تَصِحْ إِلَّا بِشَرْطَيْنَ النية وموافقة العمل لما شرعاه الله عز وجل هذان شرطان مهمان لكن الأحناف يروا أن الفرد ما ورد هنا في الآية الآية تكلمت عن أربعة فرود غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين أربعة فرود تحدثت عنها الآية لأن الأحناف طبعا لهم تعريف يعني يختلف أنا لا أريد أن أسف في ذلك لكن ليعرم الناس أن هذا يرجع إلى أصول المذاهب المذاهب ترى الفرض هناك من المذاهب من يرى الفرض ما ثبت في الكتاب أو السنة كان الحديث متواتر أو أحد لكن الأحناف يشترطون في الفرض أن يكون بآية أو بحديث متواتر في المجمل لكن طبعا المذاهب ليست تسير على خط واحد أحيانا تخالف الرأي أو يعني تأخذ برأي آخر على غير رأيها فالنية فرض عند جمهور العلماء وليست فرضا عند الأحناف هذا مما اختلف فيه كذلك من الفروض المختلف فيها الترتيب هل ترتيب الأعضاء الذي نراه في الوضوء سواء في السنن والفرائض هل هذا الترتيب فرض أم لا من الفقاء من يراه فرضا لأن الآيات تكلمت عن ترتيب خسلوا وجوهكم والأيديين المرافق ومسح الرأس ثم الرجل خثمت به والواو هنا معناها هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا بهذا الترتيب الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بهذا الترتيب الذي نتوضأ به فدل على أن الترتيب عند بعض الفقاء فريضة ولكن الراجح أن الترتيب ليس فريضة لماذا؟ لأن الآية عددت الأعضاء التي تغسل بحرف الواو والواو لا تدل على الترتيب بل تدل على الجمع العطف كمثلا إذا قلت لابنك اذهب يا بني اشتري لي من السوق بيضا وخبزا وطماطم وخيار وجرجير وكوسة وا 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 كل هذه الألوح هل أنت تقصب بذلك الترتيب يعني لابد أن يشتري أول ما ذكر الأول ثم الثاني ثم أم لا وأم بما يجد بما يتغفر فهذا هو الذي يعني الرأي الأرجح أن الترتيب هو سنة ولكن ليس فرضا لازما من تركه يعتبر ترك فرضا الفرض المختلف فيه كذلك الموالاة يعني غسل الأعضاء تلو بعضها لا يوجد فاصل بين غسل العضو والعضو الآخر غسلت الواجه يليه اليد يليه المسح الرأس يليه غسل الرجلين أو بالترتيب مع السنن والفرائض هذه الموالاة أي العضو تلو العضو من العلماء الفقهاء من قال هذا فرض ومنهم من قال لا هذا ليس بفرض إنما هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها دليل في الفرض نعم إن نبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل لكن الخلاف ورد بسبب أني بعض الناس نسي الغسل نسي أن يغسل عضوا فذهب وعاد فما الذي حدث أمران باستوى أن يعني يحسن الوضوء أو لم يوالي أو في مدة ولكن الفقهاء قالوا إذا كان بين العضو والعضو مدة لازال البلد الموجود فلا مانع إنسان دل على من نسي يعود ليغسل ما نسيه من أعضاء الوضوء أيضا من الفرائض التي اختلف فيها المولاة العلماء في الوضوء اختلفوا فيه قلنا الترتيب والمولاة والنية والدلك يعني دعك أو غسل الأعضاء بشكل فيه دلك للأعضاء في اليد في المرفق في يعني المجاوزة في النظافة أو النظافة التي فيها درجة لاست مجرد تص الماء على الوجه أو على عضو الإنسان الذي يضع عليه موضع الوضوء كذلك من الفرائض التي تكلم عنها واختلفوا أيضا أمور أخرى لكن في قضية النية ربما يتعجب شخص كيف يختلف الأحناف والفقهاء في النية والنية يعني عند الأحناف في أمور أخرى يذكرونها لأن هذا الاختلاف ورد بسبب أمر مهم ورد بسبب أن الفقهاء أو الأحناف اعتمدوا على أصول عندهم وطبقوها في فهمهم للنص في الآيات الكريمة وإلتزموا وإلتزموا بمفردات هذا النص إذن تكلمنا عن الفرائض المتفق عليها أربعة بدونها أو بسخط عمدا الوضوء باطل إذا نسي يرجع فيعيد الوضوء أو على حسب الخلاب بين الفقهاء في هذه المسألة وهي غسل الوج اليدين وغسل الوج ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين تمام وفرائض مختلف فيها النية والدلك والمولاة والترتيب هناك سنن للوضوء تكلمنا عن الفرائض بقي أن نتحدث عن سنن الوضوء سنن الوضوء هي الأفعال التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست لازمة أو بدونها لا ينتقد أو لا يكون الوضوء يعني ناقصا أو باطلا أول هذه السنن التسمية في أول الوضوء كان من سننته الصلاة ومن هديه أن يسمي في بداية الوضوء وكل عمل بوجه عام يعمله النبي صلى الله عليه وسلم يبدأه بالبسملة لأنه قال كل عمل لا يبدأ بباسم الله فبي خداج أو باسم الله فهو أبطر كل عمل لا يبدأ باسم الله فهو أبطر أي ناقص وكان من هديه دائما التسمية سواء في الأكل سواء في الشرب سواء في البداية أي شيء حتى دخلها بسم الله قبل الدخول طبعا الدعاء آسف الله منذبك قبل الدخول فيه التسمية حتى الذبح بسم الله والله أكبر إذن بسم الله حتى في خطاباته فيها التسمية فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه أنه كان دائما يستخدم التسمية في حياتي وفي كل معاملتي فالتسمية في أول الوضوء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك سنة سواء عند الوضوء وعند غير الوضوء عند الوضوء سنة يسن الإنسان السواك كما قال صلى الله عليه وسلم عند الوضوء وعند الصلاة رواية أخرى غيري لأمرتون بالسواك عند كل صلاة طيب السواك العلماء وضعوا له حالات مسنونة منها الوضوء وحالات أخرى لأننا أجلنا الحديث عن السواك في سنة الفطرة للوضوء السواك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالات متعددة عند الوضوء وعند الصلاة قبل الصلاة عند كل صلاة كما في الحديث لو لا أشق على المراتون بالسواك عند كل صلاة وعند قراءة القرآن حتى يكون فم الإنسان طيبا معطرا وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير رائحة الفم هذه حالات سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدام السواك فيها عند الوضوء عند قراءة القرآن عند الصلاة عند النوم بعد الطعام عند تغير رائحة الفم ما الهدف من استخدام للسواك في هذه الحالات لأن الوضوء يغسل بدن الإنسان الظاهري لكن هناك في الوضوء أمور تحتاج إلى غسل آخر هي باطنية داخل الجسد الإنسان مثل الأسنان لا تكفي فيها المضمضة التي في الوضوء إنما السواك يحتاجه الإنسان فيه لكن هنا سؤال هل هنا السواك استخدامه عند العبادة هو عبادة لكن هل إذا وجدنا وسيلة أفضل في النظافة المعجون والفرشة هل شرط هنا استخدام السواك والمعجون لا يستخدم لا علينا أن نفرق بين أمرين بين الشق التعبدي في السواك والشق التنظيفي في استخدام السواك لازم نفرق بين حكتين السواك كعبادة عند وقت العبادة عند الوضوء عند الصلاة دسواك لكن عند تغير رائحة الفم عند الأكل عند الخروج للناس للتعامل عند احتياج نظافة الأسنان من الجير من الاستسوس من كذا ما الأفضل؟ الأفضل هنا استخدام المعجون والفرشة التي تزيل ما على أسنان الإنسان من أور هل نكون بذلك تخالف السنة؟ لا لأنت لا تخالف السنة لأن السواك في الشق التنظيفي في تعامل النبي وسسمع المتوافر في زمانه غير الشق التعبدي لا مرتب بالسواك عند كل صلاة عند كل صلاة تعبد لكن من باب النظافة والتجمل وطيب الرائحة هنا مطلوب السواك والمعجون الذي يفيد وده اللي فصل فيه شيخنا الشيخ القرضان في كتابه كيف نتعامل مع السنة النبوية ووضع عنوانا مهما التفريق بين الوسيلة بين الهدف الثابت والوسيلة المتغيرة الهدف الثابت النظافة الوسيلة المتغيرة هي الوسيلة ننظف بها قد يكون سواك قد يكون فرشة ومعجون فهنا المعجون يغني وتكون تنفيذا للسنة ما عدا كما ذكرنا عند الصلاة أيضا من سنة للوضوء تخليل اللحية ماذا يعني تخليل اللحية يعني الإنسان الذي عنده لحية يعني يضع الماء عليها أو بيده ليصل الماء إلى قدر المستطاع من البشرة لكن ليس هنا شرطا لأن الأصل غسل الوج وإذا تقاطر الماء على اللحية يكفي لكن هو في النهاية سنة والفقهاء يروى يعني طرف في ذلك الأمر أن أحد الناس ذهب إلى الشعب من أئمة الفقر المعروفين وسأله أنا لحياتي كثة ماذا أفعل الماء لا يصل إلى باطن البشرة يعني يتكلف فقال له إن قعها من الليل يعني حط ما يطل الليل يعني يمزح معاه دلال على أنه يتشدد فيما لا داعي للتشدد فيه فتخليل اللحية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء أيضا تخليل الأصابع يعني وأنت تغسل اليد أن تخلل الأصابع الأصابع هكذا ليه لأن بين الأصابع يكون هناك تراب أو ساخ عرق فهذا أيضا من السنة عن رسول الله ومن سنة للفطرة كما ذكرنا غصب البراجم الإنسان دائما مفاصل الأصابع ومفاصل الأعضاء مطلوب فيها الغسل هذا أيضا من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة الثامنة تثليث الغسل أننا صلى الله عليه وسلم يعني أمر هنا بإذا غسلنا أن نثلث الغسل أن يكون ثلاثا ثلاثا لأن الوتر هو الفرد واحد في الأعضاء الفرائض يجزئ بواحد لكن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لأن الواحدة تكون إزالة معلها الثانية يكون زيادة الثالثة تكون يعني نهاية التنظيف في هذه المسألة فالسنة أيضا من سنن الوضوء غسل الأعضاء التي في الوضوء سواء السنن أو الفرائض ثلاثا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا السنة التاسعة التيامن تيامن أي أبدأ باليمين دائما وهذه سنة عن رسول الله في كل الأعمال بواقع عام سواء في الأكل يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذا أمر نبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كل هديه يبدأ باليمين ولما سأل واحد لا يحسن الحظ قال استعم بيمينك يعني اليد واليمين سنة في الأعمال المعظمة لكن الشمال تستخدم في غير المعظم نحن في اليمين نصافح باليمين نأكل باليمين استلام الحجر الأسوأ باليمين معظم الأعمال نبدأ باليمين نلبس باليمين لكن عند دخول دورة المياه أدخل برجل اليسرى عند الاستنجاء أستخدم يد اليسرى عند التمخط وكذا اليسرى كل ما هو فيه في شيء ليس من التعظيم اليسرى اليمنى للشيء المعظم فمن السنة في الوضوء أن نبدأ بميامننا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من السنن التي في سنن الوضوء الدلك أي دعك الأعضاء جيدا وذكرناها في اختلاف الفرائد المختلف فيها والموالاة أي تتابع الأعضاء وأيضا سنة الراجح وذكرناها في الفرائد المختلف فيها مسح الأذنين مسح الأذنين هو مختلف في بني الفقهاء من الفقهاء من يرى أن الأذنين من الرأس أنها جزء من رأس الإنسان ومن الفقهاء من يرى أن الأذنين ليستا من الرأس استدل من رأينا فرض بحديث الأذنين من الرأس وهو ضعيف والراجح أن مسح الأذنين أواصل الأذنين سنة وليس فرضا ويغسل ثلاثا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك سنة أخرى يعني لا يتسع المقام لذكرها يعني نرجع الحديث عنها إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله مع بقية السنة والمكرهات وما يجب له الوضوء ليكون بقية الموضوع متكاملة مع بعضها بعضا نقول الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم وأن يفقين لكم في ديننا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة